موسيقى ننتقل الآن بالصوت والصورة مباشرة إلى مدينة الناصرة كيف يمكن أن يشكل موقف القائمة المشتركة دون التجمع أي تنوع أو اختلاف على الخارطة السياسية مستقبلا موضوع التوصي على بني جانس وأيضا ما هي المكاسب التي يمكن أن تحققها القائمة المشتركة ننتقل بالصوت والصورة مباشرة إلى الناصرة للتحدث مع نظير مجلي الصحفي والكاتب أستاذ نظير مساء الخير مساء الخير لك وللأخوة المشاهدين عزيزي بلال نعتذر أستاذ نظير على تأخرنا عليك كان هناك أيضا لقاءات مع الأحزاب اليهودية والقائمة المشتركة دون التجمع في دوان رئيس الدولة السؤال الأول كيف ترى هذه التوصية أستاذ نظير مجلي توصية القائمة المشتركة على بني جانس ولكن دون التجمع أولا هي توصية باسم القائمة المشتركة بغض النظر عن موقف التجمع المهم أن القائمة المشتركة قامت أولا بواجبها تجاه ناخبها الذين صوتوا لها لكي تكون مؤثرة على الحياة السياسية في إسرائيل خصوصا فيما يتعلق بحياتنا ونحن عشنا عشر سنوات مريرة تحت حكم نتنياهو هي الأسوأ في تاريخ إسرائيل وصلت إلى حد أنه يقود شرعية وجودنا كشعب ويقود شرعية وجودنا كقضية ويقود شرعية وجودنا كمواطنين ولذلك كان يجب أن نعطي إسهامنا في هذا الموضوع علينا أن نكون متواضعين لنحن لسنا الوحيدين الذين نقرر في السياسة الإسرائيلية ولكن ما نستطيع أن نقرره قمنا به بهذه التوصية هذا مهم ثانيا هذه رسالة للمجتمع اليهودي نحن كعرب في إسرائيل نريد أن نساهم أيضا لمصلحتهم في أن تكون إسرائيل دولة طبيعية ديمقراطية دولة فيها الحياة مبنية على أسس أخرى على أسس سليمة لا تكون دولة احتلال ولا تكون دولة عنصرية ولا تكون دولة معادية لديمقراطية أو متراجعة عنها هذه شروط مهمة للمجتمع الإسرائيلي أعتقد أننا كنا شركاء مع المجتمع الإسرائيلي في تغيير نتنياهو وهذا أيضا مهم الآن ماذا سيكون للمستقبل بالنسبة للتجمع أولا مهم طبيعي وحقه أن يقول لا أن يفهم الأمور بطريقة أخرى هذا موقفه السياسي المهم أن لا يخرب على موقف الأكثرية الأكثرية في القائمة المشتركة والأكثرية في الشارع العربي في إسرائيل تريد سياسة أخرى وعلى التجمع أن يحترمها حتى لو لم يقبلها نحن مفروض أننا مجتمع التعددي لدينا أراء متباينة ومختلفة ومن المهم أن يدرس التجمع هذه التجربة ويبدأ في الاقتراب من الناس الناس بغلبية الساحة تريدوا هذا الموقف وهذا مهم نعم أستاذ نظير مجلي إذن حسب رأيك أي سيناريو يمكن أن يتحقق هل حكومة برئاسة بيني جانس أم حكومة برئاسة من يمين نتنياو أولا لكي لا نظهر أنفسنا كأننا نحن أصحاب القرار من الممكن أن يفشل جانس في تشكيل حكومة الآن هو أو شطارته إذا استطاع أن يشكل حكومة فسيكون جيدا وعندئذن نبدأ في الحديث معه وقد بدأ الحديث معه من قبل القيادة السياسية العربية في البلاد حول أي سياسة سيأخذ نحن سنحاول أن نؤثر على هذه السياسة لن نقرر ما هي هذه السياسة سنحاول أن نؤثرها وباعتقاد الخطوة التي قامت بها القائمة المشتركة فتحت الطريق لهذا الأمر إذا فشل جانس في تشكيل حكومة فهذه مشكلة لكل إسرائيل وبالأساس لجانس عندئذن سيكون وضعنا بالعودة إلى المربع الأول بحيث يقوم نتنياو بمحاولة تركيب حكومة لكن جانس كما يتسرب إلى وسائل الإعلام هو ليس بالقائد الفج الذي لا يوجد له التجربة فمعناه لا يفعل شيئا هو محاط بأناس لديهم تجارب هو يمثل مؤسسة ضخمة وليس شخص واحد وهو ليس حزب الجنرالات فقط إنما هو يمثل مؤسسة وهذه المؤسسة باعتقادي أن لديها أجندة لديها استراتيجية وسيعمل بموجب مصالح هذه المؤسسة وتقديري أنه سينجح ولن يفشح يعطيك العافية أستاذ نظير مجلي الصحفي والكاتب كنت معنا من مدينة الناصرة شكرا جزيلا لك شكرا شكرا لك بلال اشتركوا في القناة